طالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالفيفا قطر في أول تقاريره بتحسين أوضاع العمال الأجانب وتجديد عمليات التفتيش على ظروف عملهم ومراجعة المعايير المطلوبة وحتى المجلس المؤلف من ثمانية خبراء حقيين دوليين حتى الفيفا على استخدام نفوذه للتواصل مع الدوحة بشأن أوضاع هؤلاء العمال وذكر المجلس في تقريره أن الوفاة والمرض الشديد والمعاملة القاسية أكثر ما يقلق المنظمات الحقوقية الدولية والأوروبية التي تصدر التقرير والآخر لتوثيق هذه الانتهاكات وتحث على مواجهتها ويأتي ذلك في إطار ضغوط جديدة تمارس على قطر لوقف عبوديتها الحديثة في التعاطي مع العمال الوفدين للمشاركة في بناء منشآة كأس العالم 2022 وذلك في ظل اتهامات مستمرة ليست بالجريدة ودهاكات بحق العمال الأجانب في قطر وقبل شهور منعت الحكومة القطرية والعمال الوفدين من أخذ إجازاتهم السنوية وألغت كل الإجازات عليهم بما تسبب بخطر كبير على العمالة الوفدة وذكر التقرير أن معدل حوادث العمال الكبيرة والمميتة سيزداد بسببها ترجمة نانسي قنقر